مرحبا عزيزي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو هذه الحلقة سوف نخصصها للمشروع النووي المغربي أجل عزيزي المشاهد وما يحفز المغرب أكثر على توطين تكنولوجيا الطاقة النووية هو توفره على موارد ضخمة من الفصفات التي يستخرج منها اليورانيوم ولعلمكم فالمملكة المغربية تحتل المركز الأول عالميا من حيث احتياطات الفصفات وتمتلك 75% من الاحتياطات العالمية منه وكما نعلم اليورانيوم هو بما ثابت وقود المفاعلات النووية بالإضافة لوجود عدة صحف إسبانية تتخوف من برنامج المغرب النووي خاصة بعد اتفاق المغرب مع دول نووية وازنة لبناء مفاعلات نووية داخل التراب المغربي وإمكانية امتلاك المغرب لقنابل نووية اشترتها منذ عقود وأفصحت عنها المخابرات بعد رفع الطابع السري عنها وبناء على ما سبق ذكره يمكن الآن أن نتساءله هل بالفعل يوجد صواريخ نووية مغربية تم شراءها منذ عقود وهي تحت أمر الملك المغربي إلى الآن وهل المفاعلات النووية المغربية التي تعمل الآن داخل المغرب لديها قدرات مهمة أم لا وما هو دخل روسيا وهنغاريا وتل أبيب وباكستان وغيرها في توطين تكنولوجيا النووية في المغرب وصفقات المفاعلات الجديدة ما هي دوافع الاستنفار الإسباني البرتغالي الجزائري من تعاظم القدرات النووية المغربية وكيف تهيئ المغرب نفسها في السنوات القليلة القادمة لتكون أكبر منتج للطاقة الكهربائية في أفريقيا من المفاعلات النووية كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الإنترو وأنتم تعرفون كيف تصلون هذه القناة لمائة ألف مشترك وننطلق بشراء قناة النووية ووضعها تحت تصرف الملك المغربي بصفة مباشرة هذه فرضية واردة للغاية فلقد أكدت مصادر رسمية روسية معلومات مفادها أن المغرب يتوفر على سواريخ نووية منذ السنوات الأولى من الاستقلال كاشفة أنه يوجد طائرة شحن أمريكية محملة بأسلحة نووية غادرت أحدى القواعد للجيش الأمريكي بفلوريدا في اتجاه قاعدة ابن جرير واختفت إلى اليوم بداعي أنها سقطت في مياه البحر الأبيض المتوسط قبالة مدينة السعادية المغربية وأضافت اليومية أن وسائل إعلام روسية شككت في نتائج التحقيق الذي أجراه الجيش الأمريكي بشأن الطائرة بي 47 سترافور جيت المختفية من الشاشات الرادار عالية الدقة بمجرد اقترابها من المياه الأقليمية للمغرب مرجحة أن تكون الطائرة سقطت في البحر بسبب عطل تقني دون الإشارة إلى مصير الشحنة النووية ويأتي هذا التقرير أثناء نشوب الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والغرب وفي ظل مطامع سوفيتية لقلب نظام الحكم في المغرب لأن المغرب قريبة من المعسكر الغربي عبر دعم المعارضة الشعيعية في البلاد وامتلاك قدرات نووية مغربية سيردع أطماع السوفيات في ضم المغرب إلى معسكرهم ولكن أنا شخصيا أستبعد هذه الفرضية فالتسليح دولة مسلمة من أمريكا في تلك الظرفية أمر شبه مستحيل ولكن يمكن أن تكون المغرب قد حصلت على الشحنة وأخفتها عن الجميع دون أن تذكر تفاصيل هذه العملية خصوصا وأن الشحنة ضاعت في الأرض المغربية أو المياه الأقليمية المغربية ولا نستبعد أن تكون الرواية الأمريكية لضياع هذه الشحنة النووية حقيقية وأن المغرب لم يتسلم تلك الشاحنة خاصة وأن المغرب بعيد عن هذه المداخلات السياسية الحساسة وقد أمضى على اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية أو أسلحة الدمار الشامل منذ السبعينات وبناء على ما سبق ذكره يمكن الآن أن نمر إلى القدرات النووية المغربية المعلنة بشكل رسمي وحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن المغرب له مفاعل للبحوث تيرجا مارك 2 الذي يعتبر أكبر منشآة نووية في المغرب بالإضافة إلى منشآت نووية صغيرة أخرى وهي تحت الرقابة الدولية كذلك ويحظى مفاعل تيرجا 2 بأولوية عالية عند السلطات والخبراء التقنيين في البداد ويساهم المفاعل في العديد من الأنشطة بما في ذلك الأبحاث والتدريبات في مجال الطب النووي والتطبيقات الصناعية والتصرف في النفايات المشعة ويشمل الدعم المدعم من الوكالة على سعيد الإشراف الرقابي والمساعدات في وضع اللوائح والخبرات التقنية وبالتالي لا يوجد أي مفاعل نووي مغربي قادر على إنتاج الكهرباء بشكل كبير ولا يوجد أي قدرات عسكرية نووية مغربية معلن عنها وإلا لا اكتشفها خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثناء تفتيشهم للمنشآت النووية المغربية وبناء على ما سبق ذكره يمكن الآن أن نمر إلى جزء ثاني متعلق بالاستعمالات السلمية للطاقة النووية فكيف يتم توطين تكنولوجيا بناء المفاعلات النووية الروسية في المغرب حيث أفادت وكالة تاس الروسية بأن الحكومة الروسية صادقت على اتفاقية تعاون مع المغرب في مجال الطاقة النووية السلمية ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية أن مشروع اتفاقية التعاون بين روسيا والمغرب يتضمن بناء محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية في التراب المغربية وذكرت المصادر الروسية نفسها أن مشروع الاتفاقية قدم من طرف شركة الطاقة الذرية الحكومية العملاقة روس أتوم بالاتفاق مع وزارة الخارجية والسلطات التنفيذية الأخرى التي عملت سابقا مع المغرب في مجال الطاقة النووية لأخراض سلمية وعلى فكرة شركة روس أتوم هي أكبر شركة في العالم لبناء المفاعلات النووية السلمية وتقوم الآن ببناء ثلاثة مفاعلات نووية في مصر وتحديدا في منطقة الضبع وتنص الاتفاقية على التعاون بين البلدين في 14 مجال حيث ستساعد روسيا المغرب في إنشاء وتحسين البنية التحتية للطاقة النووية وتصمم وتبني المفاعلات النووية وكذلك محطات تحلية المياه وكذلك في مجال المواد المشعة وأوردت الصحيفة الروسية أن روسيا ستساعد المغرب في التنقيب على الرواسب اليورانيوم وتطويرها ودراسة الموارد المعدنية في البلاد وتدريب الأطر العلمية في المغرب في مجال إدارة محطات الطاقة النووية وكان المغرب قد وقع عام 2018 المذكرة تفهم مع روسيا حول التعاون المشترك في مجالات استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية بالإضافة إلى كل هذا نجد تعاونا هنجاريا مغلبيا في مجال الطاقة النووية والعلاقات المغربية الهنجارية في أفضل حالاتها الآن فلقد وقعت الحكومة المغربية في سبتمبر أيلول 2021 مع نظرتها الهنجارية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب والتعليم في الصناعات النووية بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية من أجل وضع برنامج للتعاون في التدريب والتعليم تهم بالخصوص مجالات تطوير الأبحاث ويعمل البلدان بالاستمرار على إبرام اتفاقيات تجارية للتعاون في مختلف المجالات ووقعت المغرب وأسرائيل يعني الكيان الصهيوني مرة أخرى اتفاقية تقول فيها أنهما مستعدتان للتبادل التقنيات النووية بعد إعادة التطبيع للعلاقات بينهما بالإضافة إلى هذا نجد مقالا حرره دانيال أراوش وهو نائب رئيس غرفة التجارة الإسرائيلية المغربية في تل أبيب ونشر على الموقع للغرفة التجارية الإسرائيلية على الانترنت باللغة الفرنسية حيث يقول يظهر سؤال بين قوسين هو سؤال نادر ويطرح علينا في دوائر التعاون الثنائي الإسرائيلي المغربي هل يصبح المغرب قوة نووية بمساعدة إسرائيل؟ لو كان شمون بيراز حيا فمن المؤكد أن الرد كان سيكون إيجابيا تحت رايته مشيرا إلى أن بلاده مستعدة لمشاركة التكنولوجيا النووية التي لديها مع الدول العربية التي وقعت على اتفاقيات أبرهام وبناء على ما سبق ذكره نجد تداعيات جيوسياسية في المنطقة من مشروع المغرب النووي والتي تمثلت في مخاوف إسبانية جزائرية كذلك برتغالية من تناوي القدرات النووية المغربية وهذه الدول هي دول مجاورة للمغرب حيث بدأ مشروع بناء محطة نووية مغربية بدعم روسي يثير مخاوف الجارة الإسبانية وهو ما عكسته وسائل الإعلام الإسبانية التي خصصت حيزا هاما لهذا الموضوع مثلا صحيفة ألفارو ديمليليا اتصلت بخبراء في مجال السياسة الدولية لتحليل أبعاد المشروع النووي المغربي وأكد هؤلاء أن المغرب يسعى إلى بناء محطة نووية لأغراض مدنية وهو ما أكده مدير مرصد سبتا وامليليا كارلوس أتشيفيري الذي قال أنه من حيث المبدأ ليشكل بناء محطة خطرا على إسباني وأشار الخبير إلى أن ما يحدث هو أن كل ما له علاقة بالملف النووي لأي دولة حتى لو كان بخلفيات وأبعاد مدنية يلفت الانتباه وأضاف خاصة بعد كارثة شيرنوبل في أوكرانيا سنة 1986 وكارثة فوكوشيما باليابان في سنة 2011 وهذه الكوارث مرتبطة بحوادث تسرب إشعاعات نووية لمفاعلات سلمية لإنتاج الطاقة الكهربائية وأي زلزال أو كارثة طبيعية يمكن أن تؤثر على هيكل المفاعل النووي وبالتالي وصول الإشعاعات النووية لإسبانيا والجزائر والبرتغال أمر مفروغا منه وبالتالي الضرر سيحصل عاجلا أم آجلا حتى لو لم يكن البرنامج النووي المغربي عسكريا فإنه سيجعل الجزائر وأسبانيا حريصة على حماية هذه المفاعلات النووية أكثر من المغربي نفسه ويمكن حتى أن تطلب بتفكيكها لأنها تمثل خطر وجوديا عليها كدول مجاورة وبناء على هذا يمكن الآن أن نمر إلى أهم ملف في هذه الحلقة وهو كيف تهيئ المغرب نفسها لتوطين هذه الصناعات النووية داخل الطراب المغربي ويحتاج أطلاق برنامج نووي مغربي للاستعمالات السلمية إلى قرار سياسي للشروع في إنجازها وبدأت المملكة منذ 2014 أعداد القاعدة القانونية لاستعمال الطاقة النووية وجمع الخبرات وتقييم قدراتها على تحقيق هذا الطموع وفي نفس السنة أعلن المغرب تكوين أول وكالة وطنية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي والتي تأخذ على عاتقها تأسيس شبكة رصد للمخاطر الإشعاعية تمتد على كامل الطراب المغربي وتتنزل وفق مقتضيات القانون 142 أثناش الذي يهم السلامة النووية والإشعاعية بالمغرب وفي سنة 2016 منحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية المغرب الضوقة الأخضر لإطلاق برنامجه النووي السلمي معلنة أن المغرب تستجيب للشروط التقنية والإدارية والقانونية والأمنية لبناء مفاعلات نووية سلمية تعمل بالطاقة النووية وبناء على ما سبق ذكره يتجلل أن المغرب هيئت قاعدة قانونية هيئت منشآت لرصد الإشعاعات وتقييم البرنامج النووي المغربي قامت بإرسال بعثات مغربية لعدد من دول عربية مثل الدولة السعودية ولا ننسى التعاون الثلاثي الأخير بين المغرب والسعودية وباكستان ولعلمك باكستان هي الدولة المسلمة الوحيدة في العالم التي لديها القدرات النووية العسكرية والسعودية لديها القدرات النووية السلمية وكذلك حتى الإمارات لديها قدرات نووية سلمية ومصر كذلك وكان كذلك دولا عربية لديها تاريخ في هذا القطاع في مجال المفاعلات النووية مثل العراق في عهد صدام حسين وكذلك الجزائر في عهد بمبالا وليبيا في عهد الكتافي ولكن تم القضاء على هذه المشاريع الآن ويتجلى لنا بعد كل هذا أن المغرب يخطو بخطوات مهمة يجب أن نتغاضى عنها النظر ويجب كذلك أن نقوم برصد كل التحركات المهمة للمغرب حتى يعلم الشعب أن الدولة ليست نائمة أن الدولة المغربية تطمح لتنويع مصادر الطاقة لديها وتعتمد برنامجا لتكون الدولة المغربية بحلول سنة 2030 دولة تنتج طاقتها بشكل نظيف ورخيص ومن مخططات التي سوف نجدها في 2030 أن مصادر الطاقة ستكون 52% منها متأتية من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقات المتجديدة ويمكن أن تكون النسبة المتبقية من نصيب الطاقة النووية لما لا هذا أمر حساس لا يتم الإعلان عنه عادة بين الدول ولكن حينما يتم تكريس هذه المشاريع وتصبح أمر واقع يتم الإعلان عنها بل وإنه نجد أن حتى الاتفاقيات التي يتم إبرامها بين المغرب وعدد من دول أخرى مصادرها شحيحة للعموم وفي نهاية هذه الحلقة أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة لا تنسوا أعزائي المشاهدين الاشتراك في القناة وتفعيل الزر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد والجديد يأتيكم كل يوم خميس على الساعة الخامسة بعد الزوال بتوقيت المغرب تحية تونس تحية المملكة المغربية وتحية كل الأمة العربية قاتبتا تحية 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 تح